موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو سأتقاسم معكم بعض المعلومات حول كأس الملك سلبان للأنديا العربية في البداية سأبدأ بالجمعات والفرق المشاركة وبعدها سأستعرض بكم جدول المباريات وأيضا القنوات النقلة لهذه البطولة نبدأ بالجمعات هناك 16 نادي عربي ستشارك في هذه البطولة مقسمة على أربع مجموعات تضم كل مجموعة أربع أنديا المجموعة الأولى تضم فريق الترجي التونسي فريق الاتحاد السعودي فريق الشرطة العراقي وفريق أسفقسي التونسي بالنسبة لمجموعة الثانية فتضم فريق الهلال السعودي فريق الوداد المغربي فريق السد القطري وفريق أهل طرابوس الليبي المجموعة الثالثة تضم فريق الزمالك المصري فريق النصر السعودي الشباب السعودي واتحاد المنصري التونسي المجموعة الأخيرة المجموعة الرابعة تضم فريق الرجاء المغربي شباب الوزداد الجزائري فريق الوحدة الإماراتي وفريق الكويت الكويتي ننتقل الآن لجدول المباريات طبعا جميع المعلومات الواردة في هذا الفيديو سوف تجدونها في الوصف هناك أربع مباريات كل يوم يوم الخميس السابق وعشرون من يوليو مباراة الأولى سوف تجرف بين فريق السد القطري وفريق الوداد الرياضي المغربي على الساعة الثانية زوالا طبعا هنا التوقيت هو GMT زائد واحد وهو توقيت المغرب وتونس والجزائر بالنسبة لتوقيت المملكة العربية السعودية فهو GMT زائد ثلاثة أي نضيف ساعتين وبالتالي فمباراة بين السد والوداد سوف تجرع للساعة الرابعة زوالا بتوقيت مكة المكرمة إذن التوقيت المعتمد في هذا الفيديو هو توقيت GMT زائد واحد مباراة الثانية بين فريق سفاقس التونسي وفريق الشرط العراقي ساعة الرابعة زوالا مباراة الثالثة بين فريق أهل ترابلس الليبي وفريق الهلال السعودي على الساعة السادسة مساء ومباراة الأخيرة هذا اليوم بين فريق الترجي الرياضي التونسي وفريق الاتحاد السعودي على الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الثامن والشرون من يوليو هناك أيضا أربع مباريات مباراة الأولى بين فريق شباب الوزداد الجزائري وفريق الرجاء الرياضي المغربي ساعة الثانية زوالا مباراة الثانية بين فريق الزمالك المصري وفريق الاتحاد المنصري التونسي الساعة الرابعة زوالا مباراة ثالثة بين فريق الكويت الكويتي وفريق الوحدة الإماراتي على الساعة السادسة مساء والمباراة الأخيرة بين فريق النصر السعودي والشباب السعودي على الساعة الثامنة مساء إليكم جدوى المباريات يوم الأحد 30 مليولو فيواجه فريق الوداد الرياضي المغربي فريق أهل ترابلس الليبي الساعة الثانية زوالا فريق الشرطة العراقي يواجه فريق الترجل الريادي التونسي ساعة الرابعة زوالا فريق الهلال السعودية يواجه فريق الصد القطري ساعة السادسة مساء وآخيرا فريق الاتحاد السعودي يواجه فريق أصفاقس التونسي على الساعة الثامنة مساء برنامج مباريات يوم الاثنين الواحدة인 وتلاتون من يوليو فريق الوحدة الإماراتي يواجه فريق شباب الوزداد الجزائري ساعة الثانية زوالا فريق الشباب يواجه فريق الزمالك على الساعة الرابعة زوالا فريق الرجاء الرياضي يواجه فريق الكويت على الساعة السادسة مساء وأخيرا فريق التحاد المنصير التونسي يواجه فريق النصر السعودي على الساعة الثامنة مساء بالنسبة ليوم الثلاثة الواحد من أغسطس فلن تكون هناك أي مباراة وسوف تستأنف المباريات يوم الأربعة الثاني من أغسطس طبعا هذه الجولة هي الجولة الثالثة والأخيرة وسوف تجرى مباريات نفس المجموعة في نفس التوقيت حيث سوف تجرى مباراة السد وأهل ترابولس وفريق الهلال والوداد الرياضي على الساعة الثانية زوالا أما على الساعة الرابعة زوالا فسوف يواجه فريق الترجل الرياضي فريق أصفاقسي التونسي وفي نفس سوقي سوف يواجه فريق الشرطة العراقي فريق الاتحاد السعودي آخر مباريات دور المجموعة سوف تجرى يوم الخميس الثالث من أغسطس وسوف تجمع على الساعة الثانية زوالا فريق شباب الوزداد الجزائري ضد فريق الكويت الكويتي فريق الوحدة الإماراتي ضد فريق الرجاء الرياضي أما على الساعة الرابعة زوالا فسوف يواجه فريق الزمالك المصري فريق النصر السعودي وسوف يواجه فريق الشباب السعودي فريق الاتحاد المستيري التونسي إذن كان هذا جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية العربية جميع المباريات فهي منقولة على قنوات ACC سبورتس السعودية وستجدون المعلومات الخاصة بهذه القنوات وأيضا جميع المعلومات الخاصة بهذه المباريات في الوصف خاص بهذا الفيديو إذن هذا كل شيء تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا